إن كانت الحرب الروسية الأوكرانية أزمة نراهنة فإن تداعيتها المستقبلية تحولت إلى محور نقاش في القمة العالمية للحكومات في دبي تساؤلات أثيرت بشأن ما يمكن فعله مستقبلا لضمان الأمن الغدائي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجدت نفسها أمام تحديات جديدة المنظمة حطت استراتيجية جديدة تغطي 2022 إلى 2031 وفي هذه الاستراتيجية نقول في هذه 10 سنين في هذه 10 سنين نريد أن نعطي أحسن التكنولوجيات والإنوفيشن أحسن السياسات أحسن الشراكات حتى نصل إلى ما نسميه أحسن أفضل أفضل إنتاجية أفضل تغذية أفضل بيئة وأفضل دخل للمزارع الصغير قضية التغير المناخي واحدة من المسائل المطروحة في أي حديث دولي عن المستقبل لكن قمة الحكومات تقترح رؤية مختلفة ولهمية ملف المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة تم إعلان هذا العام عام الاستدامة كما ستقوم الدولة باستضافة كوب 28 لتلعب دورا أكبر في التصدي لهذه القضية العالمية أهم ما يمكن أن نفعله على المستوى العالمي هو نشر التقنيات الجديدة على سبيل المثال التكنولوجيا النووية المتقدمة والهايدروجين السائل والبطاريات الحديثة بالإضافة إلى العمل على خفض معدل انبعاث الكربون عالميا وإذا قمنا بذلك خلال هذه السنة والسنة المقبلة نستطيع أن نحدث تغيرا ليس فقط في مجال تغير المناخ وإنما أيضا سيعزز النمو الاقتصادي العالمي الحديث عن المستقبل في القمة العالمية للحكومات لا يخلو من استشراف خطط تتجاوز فكرة الأزمات بدعم الابتكار والمشاريع المتطورة نحن نستطيع أن نمول القطاعات التكنولوجية قدرا مستطاعة لكن إن لم يكن هناك تشريعات المرنة التي تتماشى مع الميتا بيرس أو السيارات ذاتية القيادة أو الحلول التكنولوجية للتغير المناخي إن لم يكن هناك تشريعات السريعة فلن تنجح هذه التحديات أو الحل هذه التحديات فإحنا لدينا القمة العالمية للحكومات تتحاور عن هذه التحديات وأيضا عندنا كوب 28 ملتقى عالمي للتغير المناخي فنأمل إن شاء الله أن نجد الحلول الأنسب هنا من دولة الإمارات ويشارك في القمة العالمية للحكومات 150 دولة ممثلة بوزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء عالميين سيتم خلالها التوقيع على 80 اتفاقية ثنائية تستمد هذه القمة في الشماعاتها اليوم أهميتها من اقتراب مرتهن من مخاوف بالمستقبل البعيد مخاوف باتت اليوم واقعا يفرض على الحكومات خلق أدوات لمواجهة ما يشهده العالم من تغييرات بشكل عاجل نريمان قداش المشهد دبي